الفن التشكيلي من أرقى وسائل التعبير في العالم وعندما يجتمع فنانون موهوبون وعصاميون ستظهر النتيجة في شكل لوحات فنية تحمل رسائل ذات عمق وبعد كبيرين ريشة وألوان زيتية وقطعة قماش هذا كل ما يحتاج إليه الرسام التشكيلي نور كامال ليخرج لنا تحفة رائعة في بضع دقائق هذه الأنامل تحركها موهبة ربانية فكمال عصامي التنشئة لم يتلقى تعليما أكاديميا طيلة مشواره الذي يمتد لعشرين سنة نعمل بشكل شخصية معينة كما أول يوم لفرنساج قدمت لفرنساج مفدي زكريا ثمانون فنانا قدموا من عدة ولايات جزائرية للمشاركة في الطبعة الثانية للمعرض الذي يحمل عنوان عصامي الفن منظمه الفنان التشكيلي الكبير عبد الرحمن كحلان يحاول منذ 2017 نقل تجاربه المتراكمة بالعاصمة الفرنسية باريس إلى الجزائر هذا أكبر من المعرض وهو حادث ثقافي لذلك أنا حبيت أن أدرها للمعرض لكي لا يموت أقول أن هناك تجاربه المتراكمة وكائنين الفنانين يتلقوا كما الفنانين العصاميين بين هذه اللواحات يجد عشاق الفن البصري بمختلف إبداعاته فسحة للهروب من القيود التي فرضتها جائحة كورونا كما هذه اللوحة قدرت كيفاش يوصل رسالة للشعب يفهم فيها المعاناة لعانوا فيها الشعب في الكورونا هذه وإن شاء الله ربير فعلبنا إن شاء الله ومن بين زوار المعرض أساتذة الرسم وأكاديميون أشادوا بمستوى الفنانين العصاميين وطالبوا بالاعتناء ببذرة الموهبة التي تغمرهم ليحققوا إنجازات تفتخر بها البلاد عندهم ريشة ومتقنة ليس عشوائية البذرة لما نعتنيوش بها وماسقوها ومنوفروا لهاش تاني الإمكانيات والجو وهذاك الحب باش نشوفوها تنمو ما تنموش داخل أسوار قصر الثقافة تم تكريم شخصيات تاريخية وفنية خلدت اسمها في تاريخ البلاد في مقدمتها كاتب النشيد الوطني مفدي زكريا والفنانة الراحلة ورد الجزائرية كريم قندولي قناة الغد الجزائر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر